ومن العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم 51 وفاة و 3116 إصابة حصيلة اليوم من جائحة كورونا في الأردن ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2960 وفاة و 234353 إصابة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 54198 حالة محافظة إربت سجلت اليوم من عدد الأكبر من الإصابات بواقع 1041 فيما سجلت 888 إصابة في محافظة العاصمة وتوزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى ووصلت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 14.3% ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً 1749 منها 409 حالات على أسرة العناية الحثيثة